بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة الأهلي قناتكم المفضلة وبرنامجكم حارس النادي الأهلي خلاص كلها ساعات وتطير باعثة الشرف باعثة النادي الأهلي إلى قطر وإلى الدوحة لملاقات الفائز من بوتافوجو البرازيلي وبتشوكا المكسيكي في لقاء نصف نهائي انتر كونتين انتل طبعا كلكم فاكرين ان الاهلي لاعب الاول نادي العين الاماراتي بنجومه الكبار على كأس الثلاث قرات المحيط واسيا وافريقيا والاهلي فاز بالثلاثة في القاهرة في مباراة ملحمية الآن الاهلي ينتظر الفائز ما بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية وان شاء الله الكل عنده أمل انه الاهلي يلتقي ويلعب وينتصر ويتأهل هذا هو امانة في القائمة اللي هقول لحضراتكو عليها لحتتمرن بكرا ان شاء الله صباحا ثم تتجه الى المطار وتستقل الطائرة في تمام الساعة الرابعة متجهة بسلامة الله وبدعوات الملايين الى الدوحة حمد الشناوي وحمز علاء ومصطفى مخلوف خلد عبد فتاح وعمر كمال عبد الواحد ورمي ربيعة ياسر ابراهيم أشرف داري كريم الدبيس يحيي عطية الله أكرم توفيق مروان عطية عمر السلية إمام عشور عمر الساعي طاهر محمد طاهر محمد مجدي أفشا أحمد نبيل كوكا كريم وليد ندفد مصطفى أبو الخير بير سيتاو رضا سليم حسين الشحات ولسه ما تأكدش موقف محمد عبد الله محمود كهربا وسام أبو علي وسامير محمد الأهل بيغيب عنه للإصابة مصطفى شبير كريم فؤاد محمد هاني وعلي معلول وبيغيب عنه لأسباب فنية يوسف أيمن 11 صباحا التدريب الأخير للنادي الأهلي في القاهرة استعدادا لهذه البطولة التوجه إلى المطار بإذن الله الرابعة والنصف تماما بإذن الله يستقل الطائرة متجهين إلى الدوحة مصحوبين بدعوات الملايين برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتفوجه البرازيلي حقاب البتشوكا المكسيكي بتفوجه بحالة معنوية غير عادية بعد فوزه بالدورة من قبلها كأس أمريكا الجنوبية أو كوبا ليبر تدرس مباراة حتكون في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء اسمه دير بالأمريكتين على ملعب تسعة سبعة أربعة بالعاصمة القطرية الدوحة ده اللي هيحصل إن شاء الله في الدوحة المهند السامير عدلي المدير الإداري اللي اختار الكرة السيدة أو الأستاذة حنان الزيني مدير اللوايح بالنادي الأهلي بجانب مسؤولي شركة الكرة توجهوا إلى قطر اليوم وقبل صفر البعثة بيقفوا على تفاصيل إقامة البعثة ملعب التدريب كل التفاصيل الخاصة ببعثة النادي الأهلي لا نملك إلا الدعاء لأنه أنا أتوقع أنه نحن قابل بتفوجه اللي اتجهت بعثته مباشرة إلى قطر بعد ما فازه ببطولة الدوري يعني مباراة أعتقدها بتقول أو تقترب من فريق نادي بتفوجه لكن كرة القدم فيها كل شيء زي ما قلت لك تمام الساعة السابعة من مساء الأربعة المباراة اللي تجمعهم مع باتشوكا المكسيكي مباراة ما يهمناش مين اللي يكسب مين اللي يخسر يهمنا إن النادي الأهلي يكسب بأمر الله يهمنا النادي الأهلي يفوز دائما وأبدا الأهلي بيشرفنا والأهلي رافع رأسنا فوق لسابع سماء بنتصاراته بمشاركاته في كل البطولات العالمية وكل المناسبات المختلفة ولملاه وهتاف جماهيره أعظم نادي في الكون ترجمة نانسي قنقر